رحلة بقى دي خليت صنع دا قصة تانية خالص بقى عند اكتب في كتاب يعني طبعا وشاي السماني نعمل الفيلم دا وتيتوا يبقى مجموعة مشاعر حتى لو حارك فاكرة انتو عملتوا لجنة ايامها كمنتجين وموزعين البطل يموت في الاخر ولا يعيش عشان الجمهور ما يحبطش وحارك كنت من انصار ان النهاء الواقعية انه لازم ياخد جزاؤه وفي اخرين كانوا من انصار لأ عشان الناس وانا من انصار النهاء الطبيعية ان المجرم ياخد جزاؤه اولى وتاب يعني الاتجهات تبقى طبيعية مش علشان السوق يقولك المتفرج بيحصل له احباط فمش هيدخل تاني فعلا اه بس بيفضل مع انت لما تجامل المتفرج ساعتها بيفضل في وشك العمل الاخر الاجيال بتتغير والفكرة بتطور ويبان ان انت مرأع على الحتة دي في الفيلم صح صح فيها رفة بس هي كانت نهاية طبيعية للشخصية دي دي طبق كل الالعاب تلعبت فيه